إذاعة الجمهورية اليمنية من تعز وأصبح هذا الصوت من الماضي إذ يفتقده أبناء محافظة تعز بعد أن أتت الحرب وتسببت في دمار كلي لإذاعة تعز ومحتوياتها الإذاعة التي ارتبطت بذاكرة أبناء المحافظة منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر هنا كانت تقف أنيسة محمد سعيد لترسل صوتها لأبناء تعز الذي تربطهم ذكريات مع صوتها وبرامجها الاجتماعية لكنه اليوم أصبح دمارا وبقايا من حطام الحرب إذاعة تعز من الإذاعات الوطنية الرائدة إذاعة تعز لعبت دورا كبيرا في الستينيات في ثورة الرابع عشر من أكتوبر لعبت كذلك دورا مهما بالإضافة إلى جانب إذاعة صنع أيام حصار السبعين فكان البث من هنا من إذاعة تعز إذاعة تعز فعلا مثلت شريانا رئيسيا في الإعلام اليمنى وكان دورها رائدا في مختلف المحافظات خاصة أننا رسالتها تغطي تقريبا في المدى المحدد للإذاعة المحلية في دعتاز حوالي ثمان محافظات دمار كلي لاحق بكل أقسام الإذاعة من استوديوهات رقمية ومحطات إرسال وتغطية لكن الكارثة الكبرى تمثلت في إطلاف إرشيف الإذاعة الذي يمثل ذاكرة المدينة الإذاعية منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر دفن بالكامل تحت هذا الركام إذ مثل إطلاف الإرشيف قتلا وتدميرا لهوية وثقافة تعز الإذاعية التي احتفظت بها منذ عشرات السنين مكتبة الإذاعية أو الذاكرة الإذاعية لإذاعة تعز قلنا إذاعة تعز من الإذاعة الرائدة التي انطلقت في الستينيات القرن الماضي مكتبة إذاعية ضخمة كانت فيها الملف سياسي وإعلامي وتوعوي وإرشادي وإخبالي وسع ورغم كل دمار الحرب الذي أتت على المدينة إلا أن هناك محاولات لإعادة بث الإذاعة من مكان آخر لكن الإمكانيات الضعيفة تقف حجر عسرة أمام استعادة البث بالشكل الذي يليق بها إذن اللي نريده موازنة تشغلية بنية تحتية عودة الطاقة إلى عمله لتعود إذاعة تعز في تأدية رسالتها البث الآن محدود محتوى محدود إمكانية محدودة مساحة بث أيضا محدودة لا تحقاك الهدف الأسمى من رسالة التعز ومع استمرار الحرب في المدينة وبعد تعرض الإذاعة للدمار الكلي يبقى إعادتها إلى ما كانت عليه أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى سنوات من العمل الجاد والتكاليف الباهضة إذ تحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل من جديد كما أنشئت في ستينات القرن الماضي لبرنامج أسبوع البلد تعز ترجمة نانسي قنقر